النهار ده كمان كان فيه تصرحات لمستر بيتسو مسماني حولها لحضراتكم انتوا شايفين لقطات للمؤتمر الصحفي بتاعه وكلم في عدة امور هامة قال ان احنا بنخوض المباراة بعد موسم شكل الفرقتين ووصلنا لنهاي افريقيا بعد مشوار طويل كل فريق لعب 15 مباراة وده معناه يعني قرابة النص موسم تقريبا وقال كل فريق عايز طبعا يكسب ويتوج مجهوده بلقب مهم زي ده قال طبعا المطش صعب في نفس الوقت الأجواء فيها ضغوطات وبعض الأمور الطبيعية اللي بتحصل في كرة القدم تعرضنا لبعض الضغوط دي في مباراة الودات فوقدين على الأجواء اللي زي دي وبنتوقع هي هي الضغوط هتتقرر أثناء المباراة لكن احنا نقدر ان احنا نتعامل معها قال كمان احنا بنخوض المباراة أمام فريق محترم جدا يعني هو بيحترم فريق الودات طبعا محدش يقدر يقلل أبدا من فريق قوي بإمكانيات مميزة بإدارة فنية جيدة زي فريق الودات وتاريخ طبعا كبير لأنه تأهل هذا النهائي أكثر من مرة ده على حد يعني كلام مسلماني وقال انه بتجمعوا علاقة كويسة جدا بمسؤول الودات وبالمدرب وببعض اللاعبين لكن قال ده مالوش أي علاقة بانتمائي للنادي الأهلي وتمنياتي اننا اقدر احقق بطولة جديدة مع الفريق لما سألوا عن موضوع انك هتلعب النهائي في المغرب قال احنا بنلعب المطش في أي مكان ما عندناش أي مشكلة خالص احنا كفريق وكجاز بس فأني احنا مركزين بس في المغرب يعني عجبني قوي التصريح ده لان دايما زي ما كنا بنقول لحضراتكم في فصل تام ما بين خطوات الإدارية اللي بتتخذ في اتجاه الدفاع عن حقوق النادي وما بين الفريق وتركيزه في المباريات بشكل عام مش حتى المباريات الحاسمة والمصرية اللي زي دي شكل عام او ده او هي دي ثقافة النادي الأهلي وكل من يعمل داخل منظومة النادي وقال ان احنا تفكرنا الان في المباراة داخل الملعب فقط عن الغيابات المسلماني رد في الجزئية دي لما تسأل قال لا يعني احنا عندنا ممكن يكون عندنا بعض الغيابات لكن احنا تعودنا على الكلام ده وقدرنا ان احنا حتى في اكبر محفل عالمي هو كاس العالم للأندية لعبنا فيه بغياب حوالي تسع لعبين بما فيهم كابتن فريق محمد الشناوي وقدرنا ان احنا ناخد الميداليا البرونزية وده اللي احنا اشتغلنا عليه على مدار مسلمين فاتون ازاي يكون احنا جاهزين ايا كانت ايه الظروفة بشوف برضو انه تصريح موفق جدا اختتم تصريحاته مسلماني بان النادي الاهلي واحنا كفريق مؤمنين جدا بفرصنا بالفوز في المباراة رغم الصعوبات المنافسة والصعوبات اللي بتواجهنا الفريق الوداد المغربي فريق كبير جدا وعنده تاريخ كبير ونلعب امامهم على ارضهم لكن احنا هنا لكي نلعب ونمثل الاهلي واسمه الكبير القادر على المنافسة في كل المحافل والظروف يعني تصريحات موفق النهاردة من مسلماني النهاردة وكان واضح انه هو زكي وهادي جدا جدا في تصريحاته وده اللي مطلوب اوي في يعني مواقف قبل مباريات زي دي مباريات مصرية مبارات بتبقى محتاجة هدوء وزي ما اتكلمت مع حضراتكم برح وعرضت لكم بعض اللقاطات لفريق النادي الاهلي اللعبة بتبتسم بتتحك هادية مفيش ضغوط عليها طبعا عارفين ما ده اهمية المطش والتركيز اكيد كبير جدا جدا فيه لكن في نفس الوقت هي معادلة صعبة انك ازاي تبقى مركز قوي 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 في نفس الوقت في نفس الوقت ما تبقاش مضغوط في نفس الوقت تبقى تقدر تتعامل مع المباراة في نفس الوقت التركيز الزيادة ده ما يضغطش عليك ويأثر عليك فنيا في الملعب فبرافو على المسلماني في تصريحاته اشتركوا في القناة